سميل العربي من كييف زميل محمد الزاوي يجمل لنا آخر هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد أيضا إليك محمد نعم جمال حالة من التوتر تسود معظم المناطق الأوكرانية حتى في هذه الأثناء حيث قبل نحو عشر دقائق فقط ذكرت المصادر محلية في منطقة أوديسا عن دوي لعدد من الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن عمل الدفاعات الأوكرانية التي تواجه هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الساعة الأخيرة طبعا هناك خمس موجات من الهجمات وفق ما تقول المصادر العسكرية الأوكرانية انطلاق لأكثر من أربعين مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من شبه جزيرة القرام وكذلك من المناطق الشمالية المحاذية لأوكرانيا في اتجاه الجنوب في اتجاه أوديسا خرسون وكذلك ميكولايف أيضا في الشمال في منطقة تشيرنيغف وفي المناطق الوسطى والغربية على غرار منطقة تشيركاسي دوي صفارات الإنذار وكذلك إعلان حالة التأهب الجوي أعلن في مقاطعة كييف وفي معظم المناطق الشرقية الشمالية وكذلك الجنوبية هذا التوتر هو استمرار للهجمات الروسية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم حيث كانت القوات الروسية قد هجمت أوكرانيا بنحو تسع وأربعين مسيرة وستة صواريخ على كل من خاركف وكذلك المناطق الواقعة في منطقة دوناتسك خاصة تلك المدن والبلدات الواقعة على خط الجبهة طبعا في غضون ذلك جمال يتحدث الجانب الأوكراني عن زيادة الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية وكذلك الروسية خاصة في محور مدينة أفدييفكا وكذلك في ليمان في مقاطعة الدونتسك وهناك محاولات ربما روسية مستمرة لاختراق الدفاع الأوكراني في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركيف يبدو أن اليوم الأخير هو من هذا العام ساعته ستكون طويلة على العديد من المدن والبلدات الأوكرانية وكذلك على خط الجبهة إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التحذيرات التي صدرت طيلة هذا اليوم على لسان مختلف القيادات العسكرية في المقابل هناك تهديدات من قبل الجانب الأوكراني بأنه سيرد على أي هجمات روسية تستهدف الأراضي الأوكرانية ربما هذا التوتر هو استمرار للهجوم الفريد من نوعه والأعنف على الأراضي الأوكرانية قبل يومين وبعدها طبعا الرد الذي جاء على أيدي القوات الأوكرانية بمهاجمة بيلغراد طبعا روايتين الروسية والأوكرانية تختلف فيما تعلق بالأماكن المستهدفة أو المراكز والمنشآت سواء في بيلغراد في خاركيف في كييف أو في غيرها من المناطق شكرا شكرا جزيلا لك محمد الزاوي مراسل العربي كنت معنا من كييف كنت معنا من كييف